إدارة الرقابة على النماذج لموديلين كنترول تكلمنا سابقا في الرقابة أهمية الرقابة وكيف تتم الرقابة على النماذج وقلنا أن النماذج نفسه هو أداء للرقابة النماذج هو يعتبر أداء للرقابة يتم الاحتفاظ به على فترات زمنية كبيرة نوعا ما ويتم الرجوع إليه في حال الحاجة إليه كدليل إذن هو يعتبر أداء للرقابة طبعا الرقابة جزء مهم والرقابة ضرورية على النماذج حتى نتمكن من تطوير هذه النماذج طبعا النماذج تحتاج إلى تطوير عملية الرقابة تساعد على تطوير هذه النماذج وتحكيمها وتجديدها طبعا من أهم عناصر نجاح الرقابة على النماذج هناك موضوعين اللي هو أولا اختيار نمط الإدارة المناسب طبعا إن اختيار هيئة الإشراف أو نمط الإدارة المستخدم يعتمد اعتماد كبير على عدة عوامل منها حجم المنظمة طبيعة عمل المنظمة تعدد المستوات الإدارية داخل المنظمة نطاق وحجم الرقابة المستخدمة داخل المنظمة نطاق الإشراف القيادة المستخدمة نوع القيادة حدود السلطة حدود المسئلية هل تتبع نظام الإدارة بالأهداف تنوع البرامج فقد يتولى طبعا الإشراف كل ذلك يؤثر لأنه قد يتولى الإشراف على إدارة البرنامج فرد أو مجموعة من الأفراد فرد أو مجموعة من الأفراد يتفق هؤلاء في موضوع معين على أن هيئة الإشراف هذه على البرنامج أو البرامج بشكل كلي تنتسب حسب المستوى التنظيمي تكون قريبا من مواقع التنفيذ طبعا هذه القيادات تساعد وتسهل في عملية تصميم النموذج وبالتالي تطوير النموذج وتطوير آلية جيدة جديدة للرقابة على مثل هذه البرامج حسن اختيار هيئة الإشراف على البرنامج طبعا كيف يتم ذلك يجب أن تكون هناك مؤهلات قصة بالمشرفين على مثل هذا البرنامج لأن طبيعة عمل البرنامج يتركز في عملية تبسيط العمل تسهيل العمل تسهيل ترك العمل تحسين الإجراءات لذلك الأخصائي القريب هو ذلك الشخص المتخصص في عملية الأنظمة محلل الأنظمة الذي يتركز عمله في تحليل وتبسيط إجراءات العمل وأسليب العمل طبعا هناك صفات ومؤهلات يجب أيضا أن تتوفر في المشرف على البرنامج هذه مؤهلات يمكن تلخيصها في بعض النقاط لمؤهلات المشرف على البرنامج كيف يجب أن يكون هذا المشرف على البرنامج أولا يجب أن يكون متفتح الدين لديه قوة الإقناع وقادر على التحليل والاستقراء واستخلاص النتائج التي بدورها تزيد من فعالية تحقيق الأهداف أيضا يجب أن يكون ذات مؤهلات علمية عالية وخبرات متنوعة ومعلومات كافية أيضا يجب أن يكون ذا خبرة في تصميم النماذج كيف تصمم النماذج ما هو الشكل الأساسي للنماذج يجب أن يكون ملم بتصميم النماذج ذا خبرة في تصميم النماذج أيضا يجب أن يكون ذا إلمان بأنواع الورق المناسبة واستخدام الأوراق المناسبة الألوان الأحجام المقاييس المواصفات المعروفة كل ذلك يساعد على بناء نماذج رقابة جيد من خلال عدد من المتخصصين يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف الذي وجد من أجله هذا النموذج